تستمر المجاعة في نحط هذه الأجساد الصغيرة يوماً بعد آخر فيما يقف العالم متفرجاً لهذا المشهد دون حراك هنا في مديرية المسيمير أحد مديريات محافظة لحج يعاني السكان من المجاعة وسوء التغذية الحاد بشكل كبير فبحسب مدير مكتب السحة في المديرية فإن حالات سوء التغذية انتشرت في جميع مناطقها حيث تم تسجيل أكثر من 3700 حالة مصابة لما دون سن الخامسة للفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري وسجل متوسط الإصابة الشهرية للأطفال لما دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد قرابة 85 طفلاً أي ما يعادل ثلاث حالات في اليوم الواحد بينما تم تسجيل 225 حالة إصابة بسوء تغذية من الدرجة الثانية متوسط أكثر من 90% من سكان المديرية الذي يبلغ عددهم قرابة 40 ألفاً يعيشون تحت خط الفقر وحالهم لا يقل عن حال سكان مديرية لازارق ويحتاجون بحسب المنظمات التي زارت منطقتهم إلى دعم مستدام ومشاريع استراتيجية تشمل الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح البيئي بالنسبة للدور الحكومي والسلطات المحلية هنا فقد انحصر في تسهيل مهام عمل المنظمات الدولية وتدخلها للعمل في المديرية فقط فيما ظلت أبرز الاحتياجات منعدمة خصوصاً في الجانب الصحي وتتمثل هذه الاحتياجات في توفير أطباء عموم وأطفال وتوفير الأدوية بشكل كاف ومستمر اجتياح المجاعة وسوء التغذية لهذه المديرية يعود لأسباب أبرزها سياسية متعلقة بالحرب وما نتج عنها من فقدان أغلب الأسر مصادر عيشها بالإضافة إلى أسباب اقتصادية وبيئية ومناخية حيث تسبب الجفاف بإتلاف المزارع وموت المواشي والنحل التي تعد مصدر دخل لكثير من الأسر في الأرياف إلى جانب انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وبينما تعمل الحرب على توسيع دائرة المجاعة وسوء التغذية في الخارطة اليمنية ومناطقها يغض العالم طرف عن هذه المشاهد مكتفيا بالتصريحات عن سوء الوضع وخطورته